عندك شيء تهم يا دكتور؟ كتير لا والله أنا دايما أسألك أسئلة شخصية ومتبقاش مفاق دوست متبقاش عارف مها خالص ومش متحضر له ايه أخبار اللي اكتئب والإحباط والضيق اللي كلنا بنمر بيه ده من وجهة نظر الشر الحمد لله الذي أعزنا بالإيمان وكرمنا بالإسلام وشرفنا بالانتساب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحي حضرتك على هذه المقدمة وبحي مشاهديك الكرام وخلينا نقول أمي زمان ربطني على أن البيت اللي فيه نقار كتير ده من علامات الخراب والنقار هو عارض من العوارض زي محضر يعني أستاذتنا في تخصصك اللي بيظهر للأسف الشديد على أناس أصيبوا بأمراض نفسية والمرض النفسي ما لوش كرامة عندنا في المنطقة العربية يعني يا مجنون يا عائل لكن أن يعتريه مع أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن حتى القلوب نفسه أن القلوب لا تصدق أي تصاب بالعلة كما يصدق الحديد وجلاؤها ذكر الله شوف النبي استخدم إيه؟ استخدم لفظ في منتهى يعني الروعة والبيان اللغوي رفيع المستوى وجلاؤها، يعني مش علاجها، لا ده أنت عايز تنسف كل ما علق بالقلب من أمراض نفسية، وجلاؤها ذكر الله وذكر ربنا مش إن أنا أقول الله حي، لا الصدقة هي ذكر لله، الصلاة هي ذكر لله، الاستغفار ذكر لله، ولذلك دايماً وأبداً يجب أن يكون الإنسان دائماً لارتباط بربنا وذلك اللسان الراطب شوفي بيعبر عنه راطب، ما عندوش تيبس لأن التيبس بييجي للأسف الشديد من أناس أقبلوا على الدنيا ونسوا أن هناك آخرة فهو شايف أنه حظه فيها وحش لأن يعني اتيان الرزء ما بيبقاش على وطيرة واحدة الله تبارك وتعالى يعطي هذا ويمنع عن هذا وكل دا بقدر ولو بسط الله الرزق لعباده شوفي مش لعاصو لا لبغوا في الأرض شوفي التعبير لبغوا في الأرض يعني بيشبههم لك بناس عندهم حالة من الاستنفرع المعصية لبغوا في الأرض بقى هدفهم الاستراتيجي في الحياة الظلم والطغيان والبعد عن الله سبحانه وتعالى وده اللي بيبين لك أن الإسلام حتى وهو بيحارب عدوه عنده أدب وبيبين لك ليه احنا بنشوف المشاهد البشعة على الشاشات في الاحتلال الإسرائيلي لأنه يعني هو يتصرف في الكون بلا خلق احنا عندنا نسق أخلاقي الزمنا به نبينا صلى الله عليه وسلم وقال أنا ما جيتش علشان تصله بس وتصومه بس إنما بعسته لأتمم مكارم الأخلاق فهنا لازم نوطن نفسنا على أن الدنيا دار مفر وليست دار مقر يعني لازم تصلح المعادلة الدكتورة نانسي جابت عربية جديدة فهي عند ربنا أفضل إبراهيم امتلك مش عارف كم عمارة فهو عنده مش عارف شليف الساحل لا دي كلها تحت بند زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرص ربنا عبر عنه ليه ذلك متاعه ملوش علاقة بانتقيمتك ايه عند ربك ذلك متاعه الحياة الدنيا والله عنده حسن المقابل مين لمن استقام ولذلك علشان نعالج الاكتئاب اللي بيجي ده شوف يا ربنا رسم خطة كده عجيبة كده طريقة تمشي عليها إن الذين قالوا ربنا الله الله ثم استقاموا احنا كلنا قلنا ربنا الله لكن الاشكالية فيه في الاستقام احنا مش كلنا على درجة واحدة ولذلك ربنا يقولي فاتقوا الله ما استطعتم دكتور اي حد بيسمعنا دلوقتي يقول طب احنا بنصلي وبنزكي وبنصوم طب يعني نعمل اكتر من كده ومع ذلك الهم يعني بيصبنا معظم الاوقات ولوحد يخرج من مشكلة يدخل في التانية رد حضرتك الحقيقة اه وطنوا انفسكم يعني خلي الدين وطن خلي الدين حالة عامة انت بتعيشها ماش تقص مجرد شكل ولذلك هو في ناس بتصلي وربنا غضبان عليها اه من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة لا والحديث ده ضعيف ومش معنى انه ضعيف معناه مش ان احنا ما نقولوش ليه نقوله لانه هو جاي شارح لآية قرآنية المتن صح على فكرة عايزين بس نعلم المشاهد الكريم ان الضعف قد يكون بسبب السند يعني انه لك اصل الراوي رقم 122 اتشاف هو بيكل سندويتش فول في الشارع اثناء ما سيرته والاكل اثناء السير يتعرض مع المرؤة فبالتالي ما اخدش رويته لكن المتن ذاته ربنا قال عنه ايه اتلو ما احيا اليك من الكتاب واقم الصلاة ليه ان الصلاة تنهى عن الفحشاء هو النبي كان ممكن يتعرض لموجات نفسية يبقى مزاجه فيها مش في افضل حالاته الاجابة نعم بدليل ايه سيدنا بلال كان يقوله ايه ارحنا بها يا بلال ويقولك كان النبي اذا حزبه امر يعني لقى كده شدة او لقى حاجة معصلاة كده في صدره على طول يقوله ارحنا بها يا بلال ولما لا والاية اللي بتتكلم عن الاسلام افمن شرح الله صدره للاسلام ماله فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله